قال الكاتب والروائي يوسف القايد أن هناك حاجة لإدراك مفهوم ودلالة الثقافة داخل المجتمع أوضح القايد أن ثقافة تعد سر استمرار مصر باعتبارها صاحبة أقدم دولة في التاريخ ومؤكدا أن مصر دولة لها دور ثقافي يجب الفخر والاعتزاز به كلمة الثقافة كلمة عامة يستخدمها المصريين كثيرا جدا دون إدراك لمفهومها ودلالتها وأوضوياتها المتفلطة علينا فمهم جدا أن احنا نفهم لغويا إيه الثقافة يعني الثقافة ليس مجرد قصص وأشعار ومصرحيات وروايات ومقالات نقضية الثقافة نمط حياة شكل من أشكال الحياة يعني الثقافة روح هذا الشعب وأنا رأيي الثقافة هي سر استمرار مصر باعتبارها صاحبة أقدم دولة في التاريخ القرن العشرين قبل الميلاد والقرن العشرين بعد الميلاد وإحنا في القرن الاثنين وعشرين يعني حاجة ضخمة وحاجة عملاقة وحاجة غير عادية في مصر دولة دور ثقافي ويجب أن نحن نحرص على هذا ونؤكده ونعتبر مصارد فخرنا واعتزازنا ترجمة نانسي قنقر